السلام عليكم يا شباب. عن قريب بعد السبوع راح يجي التحديث الجديد للبوبجي ستيم. وراح ينزل الريال باس. وبنفس الوقت اسكنات اه اللي تبدل التطورة راح يرجعوها. السكنات القديمة. طرح انا حاليا نزلت السرفر وراح نشوف مع بعض السكنات ونشوف شو داخل الريال باس. وفي بعض التغييرات او الاضافات اه او التحسينات اللي لعبة سوتها باخر يعني هذا التحديث اللي راح يجي بعد اسبوع. راح يكون اه بتوقع يوم الاربعاء جاي. طبعا اول شي سلاح الاوق راح يعلو يعني يعني صير الام فيه شوي اصعب. لكن الدمج ما راح يغيروه راح يضل نفسه. في عنا برضو وقت وقت تكون بالطيارة بالماب فالطيارة اللي حالي بتكون رأس مخط. هذا الخط راح يضل باقي يعني انت ما في داعي انك والله كل مرة ترسم خط عشان تشوف وين كان الطيارة ماشي. طبعا فيك اه اتفعل او تشغل هالخيار من اعدادات اللعبة نفسها. طبعا هذول او يعني اهم اضافتين او اه تحسينات يعني انا لاحظتهم بهذا التحديث. لكن حاليا من روح على الريال باس بعد ما روح على الريال باس من روح على الاسكننات المطورة اللي راح يرجعوها اه بالتحديث الجاي. طبعا هذا هو الريال باس في اه عدة شغلات الشباب في عندكم متى ذول النقاط. اه الشغلة متل شغلة اه السيارات اللي نزلوها من فترة. اه بيتجمع يعني قاطة وبتاخد الاسكن البدكي على السيارة. وهذا نفس الشي بنطبق على على الاسلحة الاسكننات المطورة. وطبعا ما ننسى انه في مثل دول الصناديق. يعني تقريبا نفس الاشياء بس الشكل غير. متل ما كم شايفين هذا هون بتاخد واحدة ما في شي جديد كلهم بطاقات تقريبا يعني لما لك هدول الصناديق. بعد وركشوب بتطع لك اسكننات قديمة. متل ما كم شايفين هدول كمان. وهون كمان واحدة ما تيريال تاني كتير حلو للتطوير. انا هذا هو الالليب الاربعين بس فقط لا غير. اه ما في شي يعني. يعني نادر او اشي تقول عنه بالريول باس والله واحد يستهل ياخده. لكن متل ما قلت لك من نقاط راح تساعدك مشان تاخد الاسكننات المطورة اللي راح نروح عليها وهي خانة الوركشوب كنتما كم شايفين. اه نشيكلهم واحد مرة الثانية. طبعا اول اسكن راح يرجعوا. اه هو اول بيرل نزلوا عن اللعبة. هذا بيكون اول اسكن مطور اللعبة نزلت وسويته وهذا البرل كما كم شايفينه. الليبل ماكس. يكون بهذه الشكلات. طبعا هم مو بس منزلين هذا البرل برضو منزلين اللون تاني له اللي بده لون تاني. طبعا مش عاجبوا هذا اللون يعني مع انه اللون كتير حابه. لكن اللون التاني هو هذا بصراحة عاجبني اكتر. تحسوا يعني كأنه يعني واقعي ومناسب للعبة للعبة بوب جي بشكل عام. للعبة بطل جراوند. متما كم شايفين. هذا اللون بنطبق مع هذا السكن. يعني برضو السلار. متما كم شايفين هذا السلار برضو اول سكن بتنزل اللعبة. كتير حلو كتير. يعني اول سكنات نزلتهم اللعبة هم احلى سكنات يا شباب وحاليا نرجعوهم. متما كم شايفين الوانه. شيك برضو ازا بدك لون ازا عندك اياه. بدك الو لون تاني. في عندك هذا اللون. شوية بيختلف يعني شباب ما تبكروا انه والله انت بجوز يتهيالك للهيالو لانه والله نفس الشي بس لا بياخدل بزا بتلاحظ خاصة هاي المنطقة اللي هون. من روعة الثانية دي هون. يعني هون كله صار اه كله اصفر وبارتقالي هون شوية سواد لكن هناك يعني صار السواد يعني نص بنص بهالمنطقة. ممكن يعني يكون هداك الشكل اللون احلى من هاد لانه شراح حاسف يعني شوي. الوانه اغمق. ايه وفي يعني برضو السكن الاوغ. اللي ما قدر يحصله. يقدر برضو يحصل بغير لون. اه بصراحة هون انا مش شايف كتير فرق. في شوية فرق والالوان هيك بس يعني ما بنصح احد ايه. غير زي يعني كان عاجبك. بس انا ما يعني مش شايفش اشي واو اختلاف كبير. في عندك كمان انفور الهلوين اللي كتير ناس راحت عليهم هاد انفور كتير حلو بصراحة. وبرضو عندها اللون خاص فيها اكيد. شوي على الخضار هادا صاير عرفت عليش نعرفت عليك كيف اخضر. لكن انا فضلك فضله. طبعا بصراحة اللي اه الالوان السكن الوحيدات اللي بنصح فيهم هم البرل. طب ون. البرل راح يتفرق معك كتير بالشكل باللون خاصة. والاسلار. السلار برضو كتير حلو. هذا اللون اغمق الوانه. لكن في شغلات اضافة اضافات جديدة. طبعا في عندنا هذا الخلفية الوراء اسمك. ماكم شايفين? كتير رهيب كتير كتير نار نار. في عندنا هذا تبع الاسلار. هذا كان تبع البرل هذا تبع الاسلار. في عندنا هاد تبع الاوب. ماكم شايفين? كتير حلوات شباب صراحة. عندنا هذا المفور احلى اشي. الوان يعني نار. خامقة. باقة. في عندنا كم اسكنات نزلوها راحوا بالاحديثات الماضي مثل هاي الامتوينتي فور كتير حلوي. في عندك هاي برضو المفور نعرفها. انا فسميها المفور العنكبوت. بغمها بحر نتشو بس اوبر كام. على الشكلها يعني. هذا الاسكيس. فراحة دون اسكنين كتير حلوات. في عندكم هاي التار كمان راحت. كتير ناس ما اخدوها. انا عندي هاي كتير حلوي بس انا راح حاول ااخد برضو الميني. لان هاي انا صراحة قهرت لاني ما طلعت لي برضو راح احاول ااخدها. الطابة هاي انسى. عندي اياها. ما بحكها برضو حصلتو. ماشي حالو. هاي الميني كمان راحت على كتير ناس. كتير ناس ما خدروا يحصلوها. تقدرون الساق. كل بدك خمسمائة. يعني كاي الكار ما بعرف. كتير طلتها. ماذا عندي ايانا. في عندك يعني شوية لبسات يا شباب. كما هم شايفين. بتاع بطولات راحة. هدول كل اسكنينة بطولات راحة اه. المواسم اللي راحة. الجلوفس حلوة بنصح في يوم. بس بدك تشتري كامل معي. طبعا في يعني شوية متل ما كم شايفين. اه اسكنات يعني تقدروا تحصلوها. بس ما يعني اسكنة ذو ما ما انصح فيهم. ما يعني اقل من عادل اسكنات يا شباب. في عندك تشتري صناديق وفتح فيهم. كل حال هذا اللي كان بالتحديث اللي جاي. يعني اهم الاضافات والتغييرات اللي راح تجي ان شاء الله. اه ولا تنسوا تشايكو برضو على اسكنات البطولة. طبعا انا الاشيء الوحيد العجيب من هالا من هالا كل هالباكج هات. فقط الامكي تولف. حلو. برشوت برضو حلوة. لون ازرق يعني اه ممكن انه يكون يعني الواحد يقدر يلاحظه اكتر من غير لون. عمية الاصفر او الاصفر والازرق دعم يعني بيكونوا اه ملاحظين اكتر من غير الوان. اذا بتشتريه. اي حلوة. اذا بتشتريه بيعطيك خمسة بطاقات للتصويت بشأن البطولة وبنفس الوقت مئتين الف نقطة. اه في في الاوم سلاحة سكن الاوم وشوية سكنات فيك تشتريهم بالنقاط. لكن ازا بدك بس يعني واحد من واحد من السلاحين خلنا نقول مثلا بيرول او الامكي بدك تشتري واحد لحالو بثلاثين دولار تقريبا. اما الباكج كامل حطي لك اياه بخمسين دولار. اه لكن هذا الباكج رح تاخد في يعني ازا الباكج تشتريه لحالو ابو ثلاثين دولار رح تاخد بس بطاقتين بصويت. اما ازا اشتريت الباكج كامل تاخد فوق يعني اذا ما تاخد اربع بطاقات تاخد خمس بطاقات بنفس الوقت اه بينقص يعني من السعر تقريبا اربعمية جيو كون. ايه فهذا هو كان التحديد للشباب اه كتير حلو بصراحة بالنسبة انا رأيي بالتحديد انه هذول الاسكينات المطورة اضافوهم حاليا ان نزلت اول شي طبعا هذول الناس اللي ينفكرون انه والله حسابهم كان كتير غالي لانه عليهم اسكينات هذول المطورة انه نزلوا اول شي وراحت فحب اقول لكم بصراحة يعني الحساب راح يقل قيمته طبعا ازا انت ما بتفكر عن تبيع بحساب او شي بس هيك يعني بتحب تمتلك اسكينات يعني كحساب شخصي ما بدك تبيعه فما راح تخسر ولا ولا تربح لا بالعكس انت ربحان الممكن انك تضيف لسكن من اسكيناتك شي لون حلو عاجبك من هذول بنصح للسلار والبيرل والناس الماء عندهم هذول هذول الاسكينات في يوم يحصلوهم حاليا اه في باكيجات لازم هون تكون ظاهرة عندي بس لاني بولندا سيتشغل البي بي اين عشانك ما طلع ما طلعت عنتي ما طلعت عندي ممكن انك تفتح من خلالها صناديق عشان يطعلك واحد من هذول الاسكينات او الوان او اي شيء من هذول لكن هذا التحديث بشكل عام لا تنسوا تشتروا واحدة من الاسامي هذول بزي تقدر تشتريهم كلهم كتير حلوة بصراحة ولا تنسى يعني تشتري تشيك على هذول الاسكينات ازا ما عندك اي اسكني عاجبك راح عليك نفسك فيه تاخد وتضيفه لحسابك برضو شيك عليه هذا كان كل شي اخوان اتمنى لكم استمتعتم مشاهدة ونستنى التحديث اللي جاي بعد اسبوع من اليوم السلام عليكم لا تنسوا تتابعوني على التويتش